اهلا بكم مشاهدينا وحوار جديد في هذا الصباح لا حديث سوى عن مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ العالم كله يجتمع لمناقشة هذا التحدي الأكبر والأوحد لاستمرار البشرية على وجه الأرض إما نواجه التحدي ونجد حلول وإما لن نستطيع الاستمرار في الحياة على كوكب الأرض قضية محورية ومهمة جدا وهم حاجة فيها إلى جانب طبعا الحلول العملية لمواجهة تغير المناخ والتخفيف من أثاره السلبية على حياة البشر هو قضايا التمويل إزاي سيتم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة إزاي سيتم تحويل الصناعة إلى صناعة صديقة للبيئة تحويل الطاقة المستخدمة في العالم كله إلى طاقة نظيفة ومتجددة قضايا التمويل والاقتصاد الأخضر لا تنفصل عن قضايا تغير المناخ الاثنين متلازمين تماما معنا الحديث عن قضايا التمويل والفرص والتحديات اللي بتتصدر جلسات أجندة كوب 27 في شرم الشيخ الأستاذ محمد عبد الرحيم الباحث الاقتصادي صباح الخير صباح الخير أهلا وسلم حضرتك هنبدأ حدثنا مع حضرتك لكن بعد ما نتابع تفاصيل أكتر في هذا التقرير قضايا عدة وملفات همة تبحثها قمة المناخ كوب 27 التي تتواصل فعلياتها حتى 18 من نوفمبر الجاري بشارم الشيخ بمشاركة عدد من قادة العالم والخبراء لمناقشة وبحث مواجهة تدعيات خطيرة لظاهرة تغيرات المناخية التي باتت تهدد الحياة على كوكب الأرض وتعد قضية التمويل إحدى الملفات المطروحة بقوة على أجندة القمة في ظل عدم وفاء دول المتقدمة بكل التزاماتها حتى الآن تجاه الدول النامية لمواجهة تدعيات تغيرات المناخية ومن ثم فإن قمة شارم الشيخ هي قمة التنفيذ لهذه التعاهدات وتعتبر البلدان النامية هي الأكثر عرضة للأثار الضارة للتغير المناخية كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات وسيكون الوفاء باحتياجة هذه الدولة نقطة محورية في المناقشات خلال جلسات القمة حيث تنظر هذه الدول لنفسها كضحية للتغير المناخية في ظل مساهمتها المتواضعة لانبعثات الغازات الدفينة وتطالب الدول النامية بضرورة وفاء الدول الغنية بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدتها في التأقل مع التغير المناخية وبجانب قضية التمويل يتوجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية على التكيف مع تغيرات المناخية وتقديم كافة أشكال التعاون بتوفير مساعدة تكنولوجية للدول الفقيرة التي تعد الأكثر تضررا من التدعيات الناجمة عن تغير المناخ رغم ضالة مساهمتها في نسبة الانبعثات الكربونية العالمية أهلا بيكو مرة تانية وبنبدأ حدثنا مع ضيفنا لأستاذ محمد عبد الرحيمي الباحث الاقتصادي أستاذ محمد يعني لا شك أن القضايا التمويل لا تنفاصل عن حلول خاصة بمواكد التغير المناخي شايف التمويل مهم إزاي فيما تعلق بمحاور قمة كوب 27 في البداية صباح الخير صباح الخير أصلا كان مقرر فيه مفاوضات كانت بتم من 1995 لغاية ما تم عقد تفقية المناخ كوب 21 في سنة 2016 في باريس طيب القمة كانت بتقول إيه؟ إنه بتقول إن إحنا كدول متقدمة هتمول الدول النامية اللي هي الأكثر تضررا بالمناسبة خصوصا في القرى الأفريقية بـ 100 مليار دولار طيب حتى الآن هل تم تنفيذ هذه الحزمة من المساعدات بشكل فعلي لم يتم تنفيذها بشكل مطلوب إن إحنا بنتكلم في مفاوضات من 1995 وبنتكلم من سنة 2016 نتكلم عن نهاردة سنة 2022 لم يتم تنفيذ هذه الحزم بالشكل المطلوب طيب هل الحزم دي مهمة للدول النامية؟ طبعا هي مهمة جدا طب هل هي كافية؟ طبعا هي غير كافية طب ليه؟ إحنا فيه تقدرات بتقول إن سنويا الدول النامية تحتاج لمواجهة التغيرات المناخية من 100 ل300 مليار دولار سنويا في تقدرات تانية أخرى كانت أشارت لها لأمم المتحدة إن إحنا بنتكلم عن التغيرات المناخية عملت أثار بالسالب على اقتصادات الدول النامية بتقدر بحوالي 3.5 رليون دولار طيب من اللي هيساعد الدول النامية؟ فهذه المشكلة الكبيرة طبعا هو طبعا في السياسة الدولية وفي الاقتصاد الدولي يمكن ده يشكل نوع من أنواع التعويض للدول النامية واللي هي بالمناسبة هي الأكثر تضررا والأقل تأثيرا يعني خلينا أقول لك حضرتك مثلا أن القارة أفريقيا بتساهم الأقل تأثيرا على تغير المناخ بزبط يعني إحنا القارة أفريقيا بتساهم بحوالي 3% من الانبعاثات الكربونية في العالم مش رقم ويا الدول على فكرة صناعية برضو بتدفع ثمن التغير المناخ بكل تأكيد ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بشكل غير مسبوق كل حرائق الغابات في أوروبا وغيرها من الكوارث الطبيعية غير المسبوقة يعني ما فيش دولة في العالم بمنأة عن مخاطر تغير المناخ سواء كانت دول غنية أو دول نامية أنا حقد من كلام حضرتك وضرب مثال صغير جدا الصيف السابق ده في أولاد كاليفورنيا مثلا 85% من مساحة كاليفورنيا كانت بتعاني من جفاف شديد في الوقت ذاته كان فيه أمطار غزيرة تصل لحد السلوك في الخليج العربي كان فيه فيضانات في بيكستان بالذات كان فيه فيضانات في ألمانيا والتوقيت يعني المشكلة أن في التغيرات المناخية أن التوقيتات بتنعكس يعني مش شرط أن يبقى فيه زواهر مناخية تصاحب الصيف في الصيف في بعض الدول المعينة أو العكس في الشتاء وبالتالي طبعا ما فيش دولة في العالم بعيدة عن التغيرات المناخية بالعكس كل التغيرات المناخية بتؤثر على العالم كله بالسالب وأن يكفي برضو أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين لجمال الانبعثات الكربونية تقريبا 40% من الانبعثات الكربونية في العالم إذن هم أكبر دولتين صناعتين في العالم بيشكلوا تقريبا نص الانبعثات الكربونية في العالم وأعتقد أن ده رقم كبير جدا وحتى الآن لم يتم تنفيذ هزم التمويل بجدية على فكرة احنا شفنا الموضوع كان بالعكس تماما احنا شفنا في ولاية الرئيس ترامب كان فيه تهديدات وانسحاب من قمة بليس وقال ان هي غير ملزمة لها وبالتالي ما فيش جدية في التمويل ولا في معالجة القضايا بشكل كبير ويمكن القمة مبارح وحتى الرئيس السيسي كان قال ان احنا ما عندناش وقت ان احنا نضيعوا اكتر من كده وفعلا المسألة بقت تتعلق بالبقاء وبوجود كوكب الكرة الارضية مش مجرد رفاهية او مش مجرد قضايا بيئية بيتم معالجتها بشكل سطحي لان الحقيقة فيه دول بالكامل مهددة انها تفنى يعني المناطق الاستحالية او الدول الاستحالية او الدول اللي هي عبارة عن جزر في المحيطات دي مهددة بالنهاية خلاص لانه مع ارتفاع درجة الحرارة دوابان الثلوج وبالتالي ارتفاع منسوب سطح المياه فكل ده مهدد بالغرق برضو حقوق من كلام حضرتك يعني فعلا في اتحاد يمكن جيمة لهم برضو ما فيش كتير يعرفها في اتحاد اسمه اتحاد دول الجزر الصغيرة دول حوالي 39 دولة في العالم دول الجزر الصغيرة اللي موجودة في الكريبي والموجودة في امريكا الوسطى وفي افريقيا اللي موجودة في العالم كله 39 دولة 39 دولة دول هما الاكثر ضررا من ارتفاع درجات الحرارة والأكثر ضررا من ارتفاع منصوب سطح البحر الدول دي مهددة بشكل كامل بالغرق بالغرق بالكامل بكل مقدراتها و بكل السكان اللي فيها و بكل المساحات الياباسة اللي فيها كل ده مهدد بالغرق وبالتالي لازم يكون فيه سياسات مطالب بها أكيد الدول النمية لأن معظم الدول الجزر الصغيرة دي دول نمية و دول أكثر احتياجا و اقتصادياتها لا تتحمل اي تحمل او اي تحمل لتكاليف زيادة وبالتالي ده دور الدول المتقدمة في مساعدتها على الأقل في وجود نظام انظار مبكر يحميها من اي تهيورات منخي يعني احنا شفنا تسونامي جات عملت ايه في جنوب شراء اسيا والخسارة البشرية والمادية كانت عاملة ازاي فانا اعتقد ان الموضوع لم يعد يتحمل مزيد من اضاعة الوقت او لم يعد يتحمل اي رفاق تمام طيب لو كلمنا بلغة الارقام والاحصائيات ازاي يمكن ترجمة فطورة عبء تحمل اثار التغير المناقي الى توصيات ملزمة في هذا المؤتمر ومين المسؤول عن تنفيذ هذه التوصيات ومين اللي بيتحمل هذه التكلفة هو بكل صراحة الى الان التوصيات تعتبر يعني ازا ما قلت الحضرات هي غير ملزمة للأسف الشديد جدا وطبعا هي بتغضع لتقديرات الدول المتقدمة يمكن مصر بتبزي الجهود كبيرة للغاية في ادراج الخسائر والاضرار في هذه القمة نأمل ان يكون في خطوات ملموسة في هذه القمة وانا ان شاء الله متفائل جدا بتقديم حزمة اقتصادية ملزمة من الدول الصناعية الى الدول النامية وخصوصا ان الدول النامية وزي ما قلت لحضرتك وخصوصا افريقيا المسألة بالنسبة لها مسألة وجود لان احنا نهاردة مثلا بنتكلم على سبيل المثال على سبيل المثال الزراعة في افريقيا وطبعا بتشكل معظم النتج المحل الإجمالي للقرارة الافريقية عن طريق صراحة طيب النهاردة احنا نتكلم في التغارات المنخية التغارات المنخية دي بتأثر على المحاصيل النهاردة لو حصل فيضان في غير وقته المحصول بيغرق وبالتالي نتج المحل الإجمالي بيقل وبالتالي مزيد من الفقر مزيد من التصحر والقرارة الافريقية لا تتحمل هذا على الاطلاق خصوصا في التوقيت اللي احنا فيه ده وبالتالي لابد من اجراء حزم اقتصادية كمان احنا مش بنتكلم على 100 مليار احنا بنقول ان المية المليار دول ده رقم قليل احنا بنطمح في المزيد بنطمح في ارقام اكبر من كده بكتير عشان يقدر الدول الافريقية او الدول النامية تستفاد بيهم بالمناسبة يعني ما ينفعش انا اكون انا الاكثر تأثيرا بالظواهر السلبية دي كلها وده على الاقل احنا بنقول ان ده يعني شقة ادبي او شقة تحمل مسؤولية من الدول المتقدمة تجاه الدول النامية لان الدول النامية لن تستطيع ان تتحمل هذه التكلفة بمفردها احنا شفنا كمان ان فيه الاثار بتاع الجائح الكورونا والاثار بتاع الحرب الروسية الاوكرونية طبعا شفنا اثارها السلبية دي كان على الدول النامية طبعا احنا شفنا ان الروسيا واوكرونية كانوا بيسهموا في اجزاء كبيرة من المحاصيل الزراعية بالنسبة كبستة عالية جدا في السوق العالمي شفنا ده اثار الدقي على عسار الغزاء في العالم فاعتقد ان الدول الافريقية لا تستطيع تحمل اكثر من ذلك طيب سؤال بديه ممكن يسأله رجل الشارع وهو بتابع هذه القمة طب هو الدول الغنية دلوقتي هتقدر انها تدفع للدول النامية تعويضات عن التغير المناخي او عن اثار التغير المناخي اللي هي سببته وهي دخلة في حرب سواء بقى مع روسيا مع اوكرانيا العالم كله دلوقتي بيدفع ايضا فطورة هذه الحرب في ارتفاع في نسبة التدخم ارتفاع في الاسعار الاقتصاد العالمي كله تأثر نهيك عن كمان تدعيات جائحة كورونا يعني النظام الاقتصادي كله في ازمة ازاي ممكن بنطالب الدول انها منها تدفع تعويضات وهي بتعاني ايضا من كل تبعات هذه الازمات هو يعني احنا للأسف الشديد جدا احنا في مرحلة في الاقتصاد العالمي مرحلة شديدة الخطورة ومرحلة يمكن معتقدش ان يمكن اخر مئة سنة كان حصل فيه ازمتين تأثر بهم الاقتصاد العالمي بالشكل الكبير ده احنا خرجنا من جائحة كورونا دخلنا في الحرب الروسية الاوكرانية والاتنين الاكثر تضرر بهم طبعا هو الدول النامية هل الدول الكبرى عندها ما تقدم للدول النامية اكيد عندها ما تقدم للدول النامية ولكن الموضوع بيخضع لاعتبرات اخرى اعتبرات سياسية واعتبرات اقتصادية وطنية يعني احنا حتى شوفنا الرئيس بايدن بيكلم ازاي على سعر الطاقة بيكلم ازاي ان هو مؤثر على المواطن الامريكي فطبعا بيبقى فيه يعني اعتبرات اخرى اقتصادية وسياسية في اعتبرات كمان للانتخابات ولكن دي مسئولية ادبية ومسئولية همة من الدول المتقدمة لابد ان تقوم بيها تجاه الدول النامية لان الموضوع يتعلق بمسألة البقاء يعني حتى احنا بنقول ان الدول النامية الاكثر تضرر وان هي ما عندهاش التمويل الكافي ان هي تقدر تمول المشروعات دي طيب الدول المتقدمة لما تمول الدول النامية هي بتساهم فالحفاظ على سلامة الكرة الارضية وبتساهم على حفاظ على كوكب الارض وبالتالي دي مسئولية لان هي الدول الاكثر رفاهية وهي الاكبر نمو والاكثر اقتصادا طبعا فهي طبعا لازم تساهم بشكل كبير في هذه ويتأثرت الحياة بالتغير المناخي يعني يكفي انه الجفاف في اوروبا كلفها 20 مليار دولار بالضبط بالتغير المناخي لكن لو حرك كنت بتقول انه من كوب 21 وكان الدول بتتهرب من التزامتها تجاه الدول النامية والمؤتمر اللي هو القبل الاخير جلاسكو كوب 26 كان فيه خلافات حادة وازمات ايضا بسبب موضوع التعويض والتمويل اذا ما هو الحل هل فعلا كوب 27 هناك ادراك وهناك التزام بدفع تعويضات للدول النامية بنأمل ذلك هو يعني هاخد من كلام حضرتك ونقول ان فيه احصائية او فيه دراسة من الامم المتحدة متتكلم ان الاقتصاد الاخضر الاقتصاد الاخضر ممكن ان يوفر للاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة 26 تريليون دولار ان تم استغلاله بشكل امسل بس احنا برضو عايزين باكثر صراحة واكثر واكثر مصدقية مع نفسنا فيه طبعا اتجاه كبير جدا للاقتصاد الاخضر والتنمية المستوى على مستوى العالم ولكن مع وجود الازمات بتتلاشى هذه الفرص يعني خلينا نكون منصفين ونقول ان ازمة الطاقة الموجودة حاليا في اوروبا نتكلم ان دول زي المانيا وفرنسا وانجلترا بدأت ترجع للفحم تاني على الرغم ان الفحم ملوث جدا للبيئة وبيكون فيه انبعثات كربونية سيئة جدا صحيح بدأنا نرجع تاني طب ليه بدأنا نرجع تاني لان الاقتصاد الاخضر حتى الان هو مكلف جدا مكلف مكلف جدا يعني انا بتكلم بشكل عام الوسائل البذيلة يعني احنا مثلا حتى هنتكلم على تحليط المياه مثلا يعني هو مكلف على المدى القصير او المدى الحالي لكنه موفر على المدى الطويل بالزبط على المدى الاستراتيجي طب مين اللي يقدر يتحمل ان دلوقتي يتم ضخ تكلفة او ضخ استثمرات فمقابل ان العائد يبقى في المستقبل بشكل كبير او بشكل افضل يعني هو الاتجاه اصلا ان المفروض ان العالم يتجه الى الاستغناء عن الوقود الاحوري واستخدام الاقتصاد الاخضر او التاقة الخضراء او التاقة النظيفة طيب ومصر على فكرة بالمناسبة لها يعني رؤية استراتيجية عظيمة جدا في المجال ده ومشي بخطوات ثابتة مدينة شارم الشيخ كلها تحولت دلوقتي لالغصاد الاخضر هي مدينة شارم الشيخ اصلا مدينة ساحرة بطبعها ومدينة جذابة جدا وهي فعلا نموذج اذا كان هي كمدينة قدرة او مدينة مستدامة او حتى مدينة سياحية او حتى مدينة للسلام يعني حتى مقر نقاد القمة في مدينة شارم الشيخ يرسلها للسلام للعالم صحيح لحقيقة في دول كمان ابتدت انها تتحول لاتصاد الاخضر ومن فترة طويلة مش دلوقتي لكن بيبقى مقصورة على مناطق معينة يعني في الامارات في اماكن كتير يمكن دول بدأت تاخد هذا الابتجاه لكن احنا محتاجين ده يتعمم يبقى ده هو النهج الاساسي ويبقاش هو الاستثناء هو زي ما حدت بتقول هو الموضوع بيخضع للتجارة في الأول ممكن انا ما اقدرش ان انا اقدر ان انا اطبق مفهوم الاستدامة او الاقتصاد الاخضر مرة واحدة لا لازم يتم تطبيقه من خلال مناطق معينة المناطق المعينة دي لو نجحت فيها التجربة اقدر ان انا عاممها في اماكن تاني ويمكن مصر حتى ماشية في الخطوات دي بشكل كبير جدا مصر النهاردة بتتكلم ان هي بتعمل تنمية او متجهة بشكل كبير جدا للاقتصاد الاخضر بشكل رائع جدا هم بتكلم ان احنا عندنا خطة استراتيجية في 2035 ان تكون وزارة الكهرباء والطاقة يكون 42% من اجمالي الطاقة المستهلكة في مصر هي من خلال الطاقة النظيفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن احنا عملنا محطة بنبان في اسوان يمكن احنا استغلينا بقى الموارد هنا الاقتصادية هم نتكلم ان احنا اخترنا منطقة من اكثر الاماكن سطوعة للشمس في العالم وبدأنا ان احنا نبني عليها طاقة محطة الطاقة الشمسية مستثمر تقريبا بنتكلم في 4 مليار يورو رقم محترم جدا بدأنا نعمل محطة من اكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم وبالمناسبة المحطة دي عند الانتهاء منها هتولد 90% من الطاقة المتاحة كانت من السد العليم طبعا ده حاجة عظيمة احنا هنتوقف محطرتك عند هذه النقطة هنروح للمجاز التاسعة وبعده نرجع تاني نستكمل هذا الحوار خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة